موسيقى الرحمن الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الخامس اليوم بدنا نأخذ الوحدة الثامن عشر وحدة مراجعة مش مهمة يا حبايبي وحدة المراجعة مش مهمة بس إذا المعلم أعطاها يعني ادرسها طلب منك المعلم تدرسها ادرسها ما طلب منك المعلم تدرسها يعني ما بتلزم او اذا انت كنتم خلص المادة بتمكن المواد اللي قبل وحابت تدرس بزيادة هاي ها وحدة المراجعة بتراجعنا في الوحدة السابقة طيب listen and read استمع واقرأ ارسكيو شعني ارسكيو ان قال اي دونت فيل ويل انا لا اشعر جيدا تارجا كانت من فنلندا she was a scientist هي كانت عالمة she worked in a science lab هي عملت في مختبر علوم one day she worked late يعني يوما ما هي عملت متأخرا everyone went home كل احد ذهب للمنزل تارجا couldn't open the door تارجا لم يمكنها فتح الباب she didn't feel well هي لم تشعر جيدا يعني شو معناها يا حبابي ما قدر شفت حباب شك عن حشرة there was no telephone in the science lab هناك لم يكن هاتف في مختبر العلوم there was a computer هناك كان كمبيوتر she used the computer and wrote an email to ask for help استغدمت الحاسوب وكتبت email لتطلب المساعدة a boy in the usa read her email and told his mother والد في الولايات المتحدة قرأ emailها وأخبر أمه his mother spoke to the police وأمه تحدثت للشرطة the police in the usa spoke to the police in Finland the police in Finland rescued Tarja بقول لك الشرطة في المولايات المتحدة الأمريكية تحدث للشرطة في فنلندا والشرطة في فنلندا أنقذت Tarja الشرطة في فنلندا لم يكن لديها email today we have mobile phones and can speak to police officers اليوم نحن لدينا هواتف نقالة ونقدر نتحدث للشرطة they can come and rescue us يعني ما بقدروا يا حبابي يجوا ينقذونا in the future how will we get help what do you think يعني في المستقبل كيف نحصل على المساعدة ماذا أنت تعتقد مشيش مهم طيب listen and answer the question استمع وعجب الأسئلة how many countries are in the story كم من دولة في القصة USA وفنلندا الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا who could not get out of the science lab مين لا يمكن أن يخرج من مختفى العلوم موال لماذا Tarja she couldn't open the door يعني لا يمكن فتح الباب what was your job شو كان عملها سينتست عالمة how did she get help كيف هي حصلت على المساعدة she wrote an email use the computer هي كتبت email واستخدمت الحاسوب who helped her من ساعدها how a boy in the USA read her email والد في الولايات المتحدة قرأ email he told his mother and she found the police in the USA they found the police in Finland هو أخبر أمه وهي تصلت في الشرطة في الولايات المتحدة وما تصلوا في الشرطة في فنلندا who rescued her من أنقذ هذا police in Finland الشرطة في فنلندا تمام طيب listen thumbs up or thumbs down طيب look at number the picture one to four in the order they happen انظر ورقم الصوار من واحد الأربعة في ترتيب اللي حدث هاي في الأول ايش واحد اثنين كتبت ال email ثلاث الولد شاف وأربعة شرطة أجب طيب write the sentences in the correct order اكتب الجمل بالترتيب الصحيح Tarja didn't feel well Tarja didn't feel well طيب تشعر جيدا she sent an email from her computer هي رسلت email من حاسوبها a boy in the USA read her email and he told his mother she found the police يعني والد في الولايات المتحدة قرأ emailها وأخبر أمه وبعدها تصلت في البوليس the police in the USA found the police in Finland الشرطة في الولايات المتحدة تصلت في الشرطة في فنلندا The police in Finland rescued Tarja الشرطة في فنلندا أنقذت Tarja طيب look and complete the sentence انظر وأكمل الجمل everyone went home they closed the door Tarja felt unwell كل أحد ذهب للمنزل هم أغرقوا الباب وترجى فشعرت إيش يعني إيش منيه she sent an email يعني هي أرسلات حاببت تحدثها an email يعني إيش a boy in the USA read the email told his mother عنوالة ثلاث متحدة قرأ emailها وأخبر أمه his mother called the police وأمه تصلت في الشرطة the police in the USA called the police in Finland الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية تصلت في الشرطة في فنلندا and the police in Finland rescued her والشرطة في فنلندا أنقذوها look at the picture and complete the sentence انظر على الصور وأكمل الجمل float يطفو ميت يقابل rescue ينقذ robots آلات انسان آلي outer space الفضاء الخارجي وتمر غدا in the future everyone will travel to outer space by spaceship في المستقبل كل أحد سوف يسافر للفضاء الخارجي بواسطة سفينة الفضاء people will have robots to do their cleaning والناس سوف تحظى بالإنسان الآلي ليعمل تنظيفاتهم anas wanted to float in the dead sea last weekend anas أراد أن يطفو في البحر الميت في آخر الأسبوع he needed help هو احتاج المساعدة his friends swam fast to rescue him أصدقائه السبحوا بسرعة لينقذوه I'm going to meet my friend at the coffee shop tomorrow أنا سوف أقابل أصدقائي في الكوفي شوب ما نقوله كوفي شوب القهوة غدا read and circle the correct words اقرأ وأدور الكلمات الصحيحة in the future people will travel by spaceship في المستقبل الناس سوف تسافر بسفينة الفضاء I'm going to meet my friend tomorrow أنا سوف أقابل صديقي غدا لاحظ هذا شو اسمه future sample مستقبل بسيط my plane won't leave at 2 and 5 it will leave at 10 طائرتي لن تغادر على الساعة 22 وخمسة إنها سوف تغادر على العاشرة he is going to borrow my mobile phone هو سوف يستعليه في هاتف النقال he is going to choose a laptop هو سوف يختار لابتوب read aloud look at page 64 اقرأ بصوت مرتفم وصفحة 64 Tarja was a scientist Tarja كانت عالمة she lived in Finland هي عاشت في فنلندا she worked in a science lab هي عملت في مختبر علوم one day she worked very late يوما وما وحد الأيام هي عملت متأخر جدا everyone went home كل أحد ذهب للبيت when Tarja wanted to go home she couldn't open the door عندما Tarja أرادت أن تذهب للمنزل هي لم يمكنها فتح الباب oh no oh no she said هي قال I don't feel well أنا لا أشعر جيدا she didn't have a telephone هي لم تحظى بهاتف she had a computer هي لديها حاسوب she wrote an email and asked her help هي كتبت email وطلبت المساعدة a boy in the USA read her email and told his mother ولد في الولايات المتحدة الأمريكية قرأ emailها وأخبر أمه his mother spoke to the police أمه تعادثت للشرطة the police in the USA spoke to the phone police in Finland الشرطة في فنلندا the police in Finland rescued her والشرطة في فنلندا أنقذوها read and complete the sentences اقرأ وأكمل الجمل I use a laptop everyday أنا بأستخدم اللابتوب كل يوم sometimes the screen is on the top of the computer receiver no not computer في بعض الأوقات الشاشة فوق هذا يا حبابي تعتبرها كمبيوتر سأعتبرها كمبيوتر وسأنا شايفها receiver طب ما علي طيب ممكن computer the mouse is next to the keyboard والماوس الفأرة يتالي لوحة المفاتيح my dad changed the TV program with the remote control وأبي غير برنامج التلفزيوني بإيش بها just a command board listen and answer the question استمع واجب الأسئلة a visit to Aynkynia our tour زيارة لعينقينيا وجولتنا morning الصباح arrive at Aynkynia eat breakfast see the plants تصل Aynkynia بتوكل الفطور وبترى الشاهد النباتات leave the plants see the zebras تغادر النباتات وترأيش الحيوانات الحمار الوحشي walk to the elephant تمشي للفيلة meet your friends have a picnic near the birds تقابل الأصدقاء وتحظوا بوجبة قرب الطيور leave Aynkynia تغادر Aynkynia travel home by bus وتسافر للمنزل بواسطة الحافلة working bears عمل في أزواج ask and answer questions اسألوا أجب الأسئلة what can you see ماذا أنتصدين ترى what are they doing ماذا هم يفعلون where are Ben and Omar going to have a picnic يعني when are Ben سوف يحظون بوجبة النزهة بعتم يعني what does Ben like doing there ماذا Ben يحب أن يفعل هناك طيب read and complete the sentence أقرأ وأكمل الجمل please rescue my cat رجاء أنقذ قطتي it is in the tree إنها في الشجرة can I borrow the remote control please أستطيع استعارة جهاز التحكم عن بعد رجاء please press this button to turn on the mobile phone اضغط هذه الزر لتشغل الهاتف النقال working bears عمل في أزواج choose a unit task from unit 15 to 17 نختار مهام الوحد من الوحد 15-17 then talk about it or another bear بعد أن أتحدث عنها لإيش زوج آخر sing and chant one of the songs in this book غني يا حبايبي واحدة من هذه الأغاني في هذا الكتاب وهيك يا حبايبي نكون خلصنا الوحدة الأخيرة هيك أنهينا الكتاب شفتك تنهج الصف الخامس ما أسهل بدك تحفظ تابع أول بأول بكل شيء سهل إليك سهل كثير بسيط كمان مرة الوحدة هي مش مهمة إذا المعلم أعطاك إياها تدرسها ما تدرسها ما تدرسها كلها مراجعة للصابق إذا خلصت الوحدة اللي قبل وتمكنت منه كل عام وإنتوا بخير أتمنى لكم السلامة والتوفيق أراكم إن شاء الله في سنة القادمة استمتعوا بالوطلة الصيفية إلى اللقاء